هذا وتشدد وزارة الصحة على ضرورة عدم إقامة التجمعات العائلية الكبيرة ومناسبات القرقاعون والتجمعات المرتبطة بالتراث الشعبي خلال الشهر الفضيل لوقف انتشار الفيروس والحفاظ على نجاحات المملكة في التصدي لهذه الجائحة متطلبات يجب أن تخضع للظروف الراهنة التي تحتم تقيد كافة أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الجميع فالمسؤولية المجتمعية تقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع البحريني للمساهمة عبر الالتزام الجاد بالإجراءات الاحترازية والتقيد التام بالتعليمات للحد من انتشار الفيروس كورونا والتقليل من تسجيل الحالات القائمة وخفضها وزارة الصحة جددت التأكيد على أهمية تشديد الالتزام بكافة الإرشادات الاحترازية والتدابير الصحية الوقائية وذلك من خلال عدم إقامة التجمعات سواء مناسبات القرقعون في شهر رمضان المبارك أو التجمعات المرتبطة بالتراث الشعبي كالقبقات والمجالس الرمضانية وتجنب الزيارات المتبادلة فمتطلبات المرحلة في الحفاظ على صحة الأسرة والمجتمع تسبقها في الأهمية والضرورة إذ أن التجمعات العائلية خلال هذه المناسبات الاجتماعية تشكل خطرا على صحة وسلامة أفراد المجتمع البحريني وتساهم في نقل العدوى خاصة بين الفئات الأصغر سنا خلال المشاركة في التجمعات بكافة أنواعها ويعد الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية في كل الأوقات والمناسبات واختصار التجمعات ضمن نطاق العائلة الواحدة فقط يهدف بشكل أساسي إلى مصلحة الجميع عبر الحد من انتشار الفيروس ودعم الجهود والمساع الكبيرة التي تقوم بها الكوادر الطبية الصحية بالصفوف الأمامية لنصل إلى بر الأمان والعودة إلى الحياة الطبيعية اشتركوا في القناة